اشتركوا في القناة التراث الثقافية الوطنية العالمية التراث الثقافي الوطني العالمي وبدون اطالة لنبدأ مع فيديو اليوم الميدان الاول في هذه المادة هو عبارة عن الحياة الجماعية سنتحدث عن الحياة الجماعية عامة اولا التراث الثقافي الوطني العالمي كموروث حظاري التراث الثقافي الوطني العالمي كموروث حظاري يعني ورثناه من الاجيال القديمة ثانيا المحميات الوطنية المصنفة عالميا وغير المصنفة وثالثا التراث والهوية الثقافية هنا عندنا الدروس اللي رح نطرق لهم لدينا ثلاث دروس التراث الثقافي الوطني العالمي كموروث حظاري ثانيا المحميات الوطنية المصنفة عالميا وغير المصنفة وثالثا التراث والهوية الثقافية سنتعرف الآن على أجزاء درس اليوم أو الحبيجة هنترقلها في درس اليوم بالنسبة لدرس داعي اليوم هو التراث الثقافي الوطني العالمي كموروث حظارية أولا هنترقل تعريف التراث ثانيا أنواع التراث ثالثا أهمية التراث الوطني العالمي ورابعا علاقة التراث الثقافي الوطني العالمي بمكونات الهوية تعريف التراث سنعطيه تعريف بسيط للتراث هو كل موروث عن الأجيال السابقة من مخلفات مادية وفكرية وهو ملكية مشتركة للأمة والإنسانية جمعاء هو الحوائج أو عامة المخلفات اللي ورثناها عن الأجيال السابقة ممكن تكون مخلفات مادية مثل التراث المادي التراث المادي يتمثل في المعالم الأثارية والتاريخية مثلا نقدر نذكره أو نقدر نقوله العمران، التحف، المسكوكات مثلا القطع النقدية، النحت، النقش، النقوش وأيضا الرسم هذا عبارة عن مخلفات مادية أو تراث مادية والتراث الفكري عامة يتمثل في الحكم، الروايات، الأمثال، الفنون يعني هو التراث الفكري أو المخلفات الفكرية هي مخلفات لا مادية وهو ملكية مشتركة للأمة والإنسانية جمعاء أعيد تعريف التراث هو كل موروث عن الأجيال السابقة من مخلفات مادية وفكرية وهو ملكية مشتركة للأمة والإنسانية جمعاء ثانيا أنواع التراث لدينا نوعان ألف حسب الأهمية يعني هنا سنصنف حسب الأهمية يعني القيمة الحضارية يصنف التراث حسب أهميته إلى نوعين تراث وطني وتراث وطني عالمي ما هو التراث الوطني؟ التراث الوطني هو التراث الوطني الخاص بالمجتمع الجزائري أو بمجتمع محدد يعد بمثابة رموز لهويته مثل الفروسية وأنواع اللباس التقليدي التراث الوطني هو تراث يخص مجتمع معين يعني يعيش في وطن معين أو مكان معين مثلا تراث الوطني للجزائر هو تراث وطني خاص بالمجتمع الجزائري وهذا التراث يعد بمثابة رموز يعني يعتبر رمزه للهوية منتع هذا المجتمع مثل الفروسية وأنواع اللباس التقليدي هذه عبارة عن رموز لهوية المجتمع الجزائري وهي أيضا تعتبر تراث وطني مثلا الفروسية وأنواع اللباس التقليدي النوع الثاني الآن وهو التراث الوطني العالمي وهو تراث وطني أنجزته الأجيال التي تعاقبت على الجزائر يعني التي عاشت في الجزائر عبر مختلف العصور مصنف عالميا من طرف اليونسكو اليونسكو وهي منظمة الأمم المتحدة يعني أمم متحدة للتربية والعلوم والثقافة يعني عامة يعني هي عامة المواضيع التي تكلم حدها أو المواضيع التي تناولها هي حول العلوم والثقافة بالنسبة لمقر الرئيسي لليونسكو أو المقر الرئيسي لها هو باريس وتتناول نشاطها أو نشاط ليونسكو عامة يكون حول المنظمات التعليمية الخاصة ذات المستوى العالم يعني على مستوى العالم وتدريب المعلمين وأيضا المؤتمرات العلمية وحماية الآثار والتراث أو الآثار يعني القديمة وكذلك نشر الكتب والنشرات هذا هو اليونسكو الآن نحن نذكر أمثلة للتراث وطني عالمية مثلا حي القصبة بالعاصمة وآثار تيم جاد ورسومات التصيلية باء حسب طبيعته سنصنف التراث حسب طبيعته أولا تراث طبيعي التراث الطبيعي كل أو هو كل المناظر الموجودة بالطبيعة كالجبال والبحيرات والأنهار والكهوف العجيبة والمغارات ثانيا التراث الثقافي وهو نوعين التراث المادي والتراث اللامادي أي المعنوية بين قوسين التراث المادي ويتمثل في المعالم الأثارية والتاريخية مثل النقوش النحت الرسم الأواني المختلفة اللباس العمران التحف والمسكوكات كالقطع النقدية التراث اللامادي أو المعنوي ويتمثل في العادات والتقاليد والحكم والأمثال والأحاجي والروايات والفنون والرقصات الشابية ثالثا أهمية التراث الوطني العالمية راح نذكر الأهمية أن تراث التراث الوطني العالمي واحد يعتبر التراث بمثابة تاريخ الشعوب وأساس حضارتها التراث العامة يمثل أو هو عبارة عن تاريخ الشعوب والأساس أن تراث الحضارة أن تراثها يعني من خلال قد نعرف التاريخ داع الشعب هذا أو الحضارة هذه ثانيا يشجعوا على الإبزاع والإنفزاح يخلينا ممكن نبدعوا وأيضا نكونوا متفتحين يعني أننا نكونوا متفتحين على أننا نقرأوا أو نتكلموا على التراث أو عادات وتقاليد معينة يعني بلد معينة وثالثا يعبر عن الشخصية الوطنية ويمكننا من فهم الماضي والإعتزاز به يعني نكونوا فخورين بشخصية وأيضا بالتراث والعادات وتقاليد بالإضافة إلى أنه يعبر عن الشخصية الوطنية ويمثلنا وأيضا من خلال نقدر أن نفهم الماضي رابعا التراث هو المحدد الأول والأخير لثقافة الشعوب من خلال التراث نقدر أن نحدده ثقافة شعب معين أو ثقافة الشعوب عامة ولي بعده عندنا خامسا يمثل موردا اقتصاديا هاما ومصدرا للثورة لثروة عفونا عن طريق جلب السياح يعني يمثل مورد اقتصادي هام علىه لأنه من خلاله أو من خلال التراثة نقدر أن نجلب السياح يعني راح تكون مصدر لثروة وآخرا ليس آخرا يساهم في بناء الحضارة الإنسانية والتواصل بين الشعوب والأجيال نقدر من خلاله أن نتواصل بين الشعوب وأيضا الأجيال بالإضافة إلى أن نساعدنا أن نبنيه الحضارة أو الحضارة الإنسانية رابعا علاقة التراث الثقافي الوطني العالمي بمكونات الهوية أولا ربط الخلف بتراث السلف عبر ما يحتويه من آثار مادية كالمساجد وأيضا الغير مادية مثل الأغاني الشعبية والإحتفالات الدينية وأيضا يعزز وحدة الأمة الجزائرية ويكرس التضامن بين أفراد المجتمع والمصير المشترك الذي يربطهم بالإضافة إلى التمسك بالقيام الحضارية للمجتمع مثل الدين الإسلامي والعروبة وأيضا الأمازيغية ها قد وصلنا لنهاية الفيديو اليوم وترقبوا فيديو جديد قريبا على القناة بالنسبة للفيديو اللي حندروه أو الفيديو القادم نحيكم متعلق بهذا الدرس اللي هو عبارة عن الإدماج الجزئي أو الإدماج المتعلق بهذا الدرس اللي هو مجموعة من التمارين نحاول من خلالها أو نحاول من خلالها أني نشرح لكم هات التمارين وأن نعز الفهم ما انتعنا أما بالنسبة للحكمة اليوم هي يوما ما عندما تنظر إلى ماضيك سترى أن عظمتك قد شكلتها السنين الصعبة شكرا وسلام